موسيقى موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها من الشرق الأوسط سوريا مجلس قيادة ثورة جديد لترتيب الداخل تركيا تتعهد بحماية حدودها مع كوباني وجبهة ثوار سوريا تبحث إرسال مقاتلين محامي مبارك للشرق الأوسط ينتظر نقد الغرامة لإخلاء سبيله خلافات الحراك تؤجل إعلان دولة جنوب اليمن وفي العربي الجديد النظام السوري يصب غضبه على ريف درع لتعويض خسائره القوات الأمريكية تتسلم مسؤولية الأجواء العراقية البابا يختتم زيارة تركيا بالدعوة لدعم مسيحي الشرق الأوسط أما في العرب اللندنية فصائل معارضة سوريا تشكل قوة تدخل سريع لمواجهة النظام المعارضة الإيرانية تتهم طهران بالوقوف وراء ظهور داعش في العراق وسوريا الأزمة الاجتماعية تدق أبواب قصر بوتفلقة أما في القدس العربي فقد تعنوا رولا اعتقلتها أجهزة النظام السوري بسبب حساب على الفيسبوك وخرجت منه مختلة عقليا جهاديون رقى يأكلون الشوكولاتة ويشربون ريدبول ولهم مستشفيات خاصة حين قرية مسيحية في جبل الشيخ تقف موقفا مشرفا من الثورة السورية الجيش السوري الحر وجبهة النصر يقصفان مدينة الزهراء في ريف حلب بصاروخ عملاقة اليونان سوريون يضربون عن الطعام مطالبين بمنحهم حق اللجوء مجلس قيادة الثورة السورية يعلن تشكيل قوة تدخل سريع مسؤول إيراني بغداد والمراقد الشيعية في العراق خطوط حمراء سنتدخل لحمايتها حزب الله نظم جولة ميدانية لنور المالكي في ميلتا في جنوب لبنان تونس اتفاق على إرجاء تشكيل الحكومة الجديدة واحتمال تقريب موعد الدور الثاني من انتخابات الرئاسة وفي صحيفة الحياة النظام يفكك قوات الدفاع الوطني الحلقي الصراع في سوريا سيرتد إرهابا على العالم كله مقتل سوريا وأبنائها بقذيفة في حلب خمسون قتلا من داعش خلال أربع وعشرين ساعة في كوباني النصرى تعدم ثلاثة عشر مقاتلا معارضا في ريف إدلب المالكي سوريا البوابة لتدمير بنية هذه المنطقة مصر مقتل متظاهرين في احتجاجات على تبرئة مباركة وعنونت صحيفة المستقبل اعتصام في اسطنبول تنديدا بمجازر النظام في الرقة براميل متفجرة على خان الشيح والقونترة مقتل خمسين عنصرا من داعش في عين العرب خلال اشتباكات وغارات للتحالف الدولي عمالقة الانترنت متهمون بخدمة داعش اوجلان من الممكن التوصل الى اتفاق مع تركيا في غضون شهور صحيفة الوطن الموالية للنظام عنونت حسون سوريا حريصة على اعادة العلاقات مع مصر النصرى تنسحب من الرستن بعد اعتقالها متزاعمي الحر خامنئي يدعو القوات المسلحة الايرانية الى رفع جهوزيتها وقدراتها الدفاعية سيريا نيوز عنونت موسكو الملف السوري من اهم مواضيع محادثات بوتين واردوغان في تركيا غدا استمرار الاشتباكات بمحيط نبل وزهراء بريف حلب ومقتل عائلة بقذائف على حي الاشرفية بحلب عشرات الضحايا جراء قصف جوي على جاسم وطفاس بريف درعة قتلى وجرحى بقصف على عندان بحلب والزعفران بحمص واشتباكات بالشيخ مسكين بريف درعة وفي موقع الجزيرة نيت قتلى وجرحى في قصف الطيران السوري لحلب وريفها غارات بعين العرب وتنظيم الدولة بالمعبر للمرة الاولى تواصل المظاهرات وغضب بالجامعات المصرية من تبرئة مبارك موقع الاف اتاوى تبحث في معلومة حول خطف كندية في سوريا بيت المقدس تتبنى قتلى خبير امريكي وتنشر هويته البابا زيارة العراق غير ممكنة حاليا كتب محمد خالد في العرب اللندنية ماذا لو لم تنتصر الثورة السورية تعتبر فرضية عدم انتصار الثورة السورية مرفوضة من قبل شتى مكونات المجتمع السوري المعارض لنظام بشار الاسد كما انها مرفوضة ايضا من اصدقاء السورية ودعمي الثورة دولا وافرادا ومؤسسات لا سيما ان عدم انتصار الثورة التي اوشكت وهي تدخل عامها الرابع على التوالي يعني احداث متغيرات جوهرية واضحة على المنطقة باسرها الازمة السورية لم تبدأ في مارس 2011 مع انطلاق الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد لكنها بدأت عمليا قبل ذلك التاريخ بسنوات طويلة تفشى خلالها الفساد والقمع في الداخل السوري مثلها مثل باقي دول ما يسمى بدول الربيع العربي وبدأت حلحالة تلك الازمة مع انطلاقة الثورة التي تعد بمثابة فوران لتصحيح المسار السياسي والاجتماعي لكن الصراع السياسي سرعان مصطبغ بنكهة طائفية اطفت جوا من التعقيد على تلك الاوضاع وزادت الطين بالله وازمات لا تحصى خاصة مع تدخل القوى الدولية وتحولت سوريا الى ساحة نزاعة دولية وخلفت الاوضاع المشتعلة في سوريا منذ مارس 2011 والتي انطلقت على امل مواكبة التغيرات التي طرأت بدول عربية وتصحيح المسار كما حدث في تونس اولا ثم في مصر نحو ما يزيد عن مئتي الف قتيل شكلوا جميعا حلقات في مسلسل الوجع السوري الذي لا ينقطع والذي ينخر في قلب البلدان العربية مع اعتبار ان كل يوم يمردن انتصار الثورة السورية وتحقيق اهدافها الرئيسية وبمثابة سك تقدم ونجاح لمخططات افشالها خاصة مع فشل مفاوضات جينيف ومع اسرار النظام السوري على البقاء ومع انصراف انظار العالم عن الازمة الرئيسية حامية الوطيس بين النظام والمعارضة الى حيث ازم التدخلات تنظيم الدولة داعش فان فرضية عدم انتصار الثورة السورية تظل مطروحة في ظل كل تلك الاجواء المفعمة بالغموض وسط حسابات غربية ومصالح متناقضة تدفع بوقوف الثورة السورية عند حد ثابت لا تتجاوزه الى الانتصار المنشود خاصة في ظل الدعم بشقيه السياسي والاقتصادي الذي يحصل عليه النظام السوري مع بعض القوى الدولية وهو الدعم الذي يحصنه ويحميه من السقوط ما هو خطر فشل ثورة السوري؟ ان فرضية عدم انتصار الثورة السورية تعني ان يعمى الارهاب ارجاء المنطقة بتلك الكلمات عبر عضو الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يحيى مكتبه مؤكدا على انه في حال تحقق تلك الفرضية المتعلقة بعدم نجاح الثورة في معركتها ضد ارهاب النظام وارهاب داعش فمن المتوقع ان يعمى التطرف والارهاب ويتوسع وينتقل الى بؤر واماكن غير متوقعة وان يخلق نسخا جديدا منه اكثر تطرفا وارهابا ووحشيا ومن كل الاطراف لان قاعدة العنف لا يولد الا العنف قاعدة مضطردة وسنصل الى حالة من الفوضى والضياع لا تحمد عقبها وهذا بالتأكيد لا ما لا نريده ولا نتمناه فانتصار الثورة السورية هو بارقة الامل لمنطقة عربية خالية من التطرف والارهاب في ذات السياق يرى اخرون ان عدم انتصار الثورة السورية سوف يعزز من الصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة بصفة عامة لا سيما في ظل تحول الصراع الدائر في سوريا من كونه مجرد صراع سياسي الى صراع مذهب بحث ومباشر تحرك على اساسه الازمة ويستخدمه البعض لا سيما ايران لاثكاء حالة الصراع الطائفي بالمنطقة لصالحها ومن انصار ذلك الاتجاه المعارض السوري البارز منصور الاتاسي الذي يرى ان تلك النوعية من الصراعات الطائفية سوف تغزو المنطقة حال عدم انتصار ثورة السوريين ويعتبر الاتاسي ان ذلك السيناريو سوف يكون له تداعيات اكثر خطورة على مستقبل المنطقة لا سيما ان ذلك يدفع الى المزيد من التطرف والارهاب ويعتمد كثيرون في تعاطيهم مع مستقبل الوضع في سوريا على الحل السياسي على اعتباره وسيلة ناجحة تضمن انتصارا منطقيا سلميا للثورة السورية غير ان ذلك الحل تعترضه العديد من المعويقات والعقبات التي تعرقل رحلة الوصول اليه على وقع التدخلات الغربية والدعم الذي يحصل عليه النظام انه منذ بدء الثورة السورية في العام 2011 كل الشعب السوري مقتنع بنجاح ثورته في فترة وجيزة باسقاط النظام وكان الحديث دائرا حول موعد سقوط الاسد غير ان العديد من المتغيرات رجحت كفة النظام ودفعته الى الاستمرار على ذلك النحو وقد جاء في مقدمة ذلك الدعم الايراني المباشر للاسد فضلا عن تدخل حزب الله اللبناني جنبا الى جنب والدعم الروسي غير المحدود للنظام بالاضافة الى ظاهرة تفشي الجماعات الارهابية جبهة النصر وداعش من المستفيد من استمرار ازمة سوريا في هذا الاطار يراهن متفائلون بالاوضاع السورية على انتصار الثورة غير ان الرهان هنا يكمن في توقيت ذلك الانتصار وهو ما يراه المعارض السوري المستقل فواز سلو الذي اوضح انه كلما طال امد تحقق اهداف الثورة كان ذلك اصعب ورحلة التعافي واصلاح وبناء الدولة بعد نجاح الثورة يتطلب وقتا اطول كذلك لا سيما ان كل يوم يمر بمزيد من الدمار والخراب واكد تلو ان المستفيد الاول من تأخر انتصار الثورة السورية هي ايران الدائم الرئيسي لنظام الاسد ويحذر المعارض السوري المستقل من ان عدم انتصار الثورة السورية سيسقط المنطقة العربية ويقحمها في العديد من الصراعات هل اخطأت المعارضة السورية؟ اعترف رئيس الاتلاف السوري المهندس هادي البحرى بوجود اخطاء في الثورة السورية الا ان ذلك لا ينفي ان الاتلاف المعترف به ممثلا لشعب السوري لدى العديد من الدول والجهات يتبنى استراتيجية واضحة لما بعد نجاح الثورة بما يضمن تجاوز اي عثرات وتفادي سيناريو تفاقم النزاعات الذي وقع ببعض البلدان عقب الثورة مع مرور الشهر التل والاخر دون ان تكتحل اعين السوريين بنجاح ثورتهم فان فرضية عدم نجاح الثورة تظل شبحا يطارد السوريين وداعمي الثورة السورية غير ان مراقبين اكدوا على ان تأخر نجاح الثورة لا يعطي سكا مباشرا بفشلها او نهايتها على نحو مباشر لا سيما ان لكل ثورة ظروفها ولكل مجتمع كذلك ظروفه الخاصة ومن ثم فلا يمكن المقارنة مثلا بين ما حدث في تونس او مصر من تغير بما يحدث في سوريا فكم من ثورات طال امدها ونجحت في الاخير في تحقيق اهدافها مثل الثورة الفرنسية هل تتغير سوريا؟ مع هذا اليقين الذي يمتلكه كثيرون بنجاح الثورة السورية ولو بعد حين فان القيادي بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا منذر خدام يؤكد ذلك اليقين بقوله لا يمكن للتاريخ ان يعود الى الوراء فانظمة الاستبداد الى زوال اذ لم تعود الشعوب العربية ترضى بان تعيش ضمن انظمة استبدادية مفارقة لكل ما هو عصري ومتنور من هذا المنظور اعتقد ان التغيير الجذري والشامل سوف يحصل في سوريا وفي غيرها من دول المنطقة لكنه بحاجة الى بعض الوقت لقد اعاد التاريخ انتاج مفهوم الشعب فصار دلالة على الفاعلية بدلا من الخنوع والسكينة واعاد الاعتبار ايضا الى الساحات والميدين ومع دخول الثورة السورية منعطفات عديدة ورغم استحواذ المعارضة على دعم وتعاطف دولي من قبل العديد من الدول الغربية والعربية تخطى مجرد الدعم السياسي واللوجستي الى دعم مادي ودعم على صعيد تدريب المقاتلين بالجيش الحر الا ان الواقع يفرض انتصارا للنظام السوري الذي نجح في البقاء بسدة الحكم كل تلك الفترة مستغلا ما يحصل عليه من دعم ايراني وروسي وصيني فضلا عن استغلاله للازمات التي تشهدها سوريا لصالحه بعيدا عن حسابات الانتصار او الهزيمة والاخفاق فان رأيا ثالثا يلوح في الافق متعلقا باستمرارية الازمة استجابة لمحاولات تميعها على يد بعض القوى الدولية التي وجدت في استمرار الازمة على ذلك النحو مخرجا او متنفسا يضمن لها التواجد بشكل عملي ومباشر بالمنطقة سواء سياسيا او ربما عسكريا ايضا وبصورة شرعية تحت غطاء التدخل لحماية سوريا والمنطقة في هذا الاطار فان المتابعين للشأن السوري وتداعياته على المنطقة يؤكدون انه لا خيار سوى انتصار الثورة السورية لا سيما ان فشلها يعني حدوث تداعيات خطيرة ليست على سوريا فحسب لكن على المنطقة كلها تبدأ من انتشار التطرف والارهاب وتفشيه ومرورا بترك الساحة العربية لتدخلات الغربية وحتى انهيار المنطقة بالكامل لصالح المخططات الغربية بهذا مشاهدين الاكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على امل ان نلقاكم غدا بكل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة